موسيقى 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 معنى بالنسبة للبسطاء أو للعامة يبدو واحد تجنيب الأسنان بيفرق في نفسية العين جدا جدا أنا أسعد لحظة في حياتي لما أشوف عين جاي نفسيته وتعبانة بسبب أسنانه وفجأة نفسيته تزبطت بسبب أن الشكل بقى حياتي موسيقى مشكلة كبيرة قوي الأخطر من فقودان الأسنان من أن أنا معرفش أكل التراهولات اللي بتحصل في المشكلة التكنولوجيا بتبقى تكنولوجيا بائدة بعد سنة من استخدامها الأسنان تجري جري الوحوش إحنا بنشتغل على الاسمايل مش بنشتغل على الأسنان وده اللي المفروض كل دكاترة الأسنان يشتغل عليه الفينير حاجة حلوة قوي النسبة وزت سمعتها شوية موسيقى تقبل اللذة للتركيبة هو ده اللي يفرق دكتور يروح يجيبوا بيت أربوناتو ويقعدوا ويعملوا خلطات والفح اه هتبليوض على فكرة مدة يوم وح وهتسود بعد كده موسيقى 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 بانجلترا أهلا بك دكتور عبد الله نفسي يعني معاناة الناس على الكاميرات وازاي تحولوا وصفتوا بالأسنان احنا هبنحاول نعمل ده يعني انت بتحاول تعيش الإحساس دي صح؟ احنا هبنحاول كل مرة لما بنيجي نتكلم ان احنا انت هتلاقي نص اللقاء ما بنتكلمش على الأسنان اكتر ما بنتكلم على الحالة النفسية وشكل العام للبيشنت مش بتكلم بس على السنان انت هتلاقيين يبتكلم على تأثير السنان في الشكل العام في سنه في حالته النفسية في كل حاجة الموضوع ما بقاش أسنان بس انا بقيت مسؤول ان انا خلي الناس شكلها كله حلو الناس نفسيتها كلها مبسوطة انا دلوقتي ما بقيتش مسؤول ان حد موجوعه يخف دي ابسط حاجة انا دلوقتي مسؤول ان انت عندك مشكلة الماء وانت بتضحك مثلا بتحط ايدك على بق مش عارف تاكل كويس عندك مشاكل في الثقة في النفس عشان شكل ابتزمتك احنا دلوقتي ده لأكتر حاجة شغلة بالي ان انا عالج الموضوع ده بس فما بقناش نركز قوي على الاسنان في اللقاءات بنا نركز على الفيس ككل او ده الترند اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي ان احنا منركز على شكل العام للعيان هل تجميل الاسنان يقدر يتحكم في سن الانسان؟ ده تجميل الاسنان هو اهم عامل في تحديد سن الانسان ليه؟ انت دلوقتي الوش بتاع الانسان ده متقسم بتلات اجزاء جزء اللي فوق وجزء التاني وجزء الاخير اخر تلت ده هو اللي بيتغير في شكل الانسان يعني القورة مع السن حجمها مش بيصغر المسافة من العين للبق حجمهم مش بيصغر ايه المسافة اللي بتصغر او بتتأثر؟ هي المسافة اللي من الشفايف لحد الدقن اللي تحت دي اللي موجود فيها ايه؟ الفكين والاسنان فايزا مع تقدم العمر ايه اللي بيحصل؟ الاسنان بتتاكل؟ العظم بيتاكل بيبان الانسان اكبر في السن احنا مثلا لو شفنا حالة زي دي الحالة دي انت من النظرة الاولى كده تديها كم سنة؟ او تديها انها في سنة قد ايه؟ خمسين خمسين ده بالزبط عندها واحد وخمسين سنة طيب انا الحالة دي الحالة دي لها قصة والحالة دي جات العيادة كانت عند دكتور قابلي بتاع اسنان بص بقى الخطة العلاجية اللي قالها ايه؟ قالها انت بصي شايفها الحالة دي مبدئيا نتكلم عن الاسنان وبعدين نتكلم على الوش كله مبدئيا كده ناحية اليمين في سنتين طلعين فوق قوي وناحية الشمال مفيش طب ده اصعب من لما يكون في الناحيتين في مشكلة لما يبقى في ناحية واحدة مشكلة بيبقى اصعب ان انا اصبط الناحية التانية لو الاتنين في مشكلة بسيطة ناحتي من الشاشة بالزبط اللي هي شمال العيان بالزبط تمام؟ دي القصة اللي الدكتور بقى هي راحت لدكتور ايه؟ اسنان مراحتش لدكتور ايه؟ تجميل اسنان قال لها ايه؟ احنا هنخلع السنتين دول ونزرع عض وبعد زراعة العض نزرع اسنان وبعد زراعة الاسنان نركب اسنان طب البروسيدير دي او الخطة العلاجية دي هتكلف البيشنت فلوس قد ايه؟ وقت قد ايه؟ يعني هي عندها مثلا واحد وخمسين سنة طب هي هتعد في القصة الخطة العلاجية اللي هو قال ولها دي حوالي سنتين يعني انت متخيل اللي رايح تجمل اسنانك تجميلها وانت رايح وانت عندك واحد وخمسين سنة تستلم الشغل وانت عندك ثلاثة وخمسين سنة انت متخيل الكرسة اللي هي فيها هتقع قد سنتين?" بالزبط، هتزرع عض هو الخطة اللي هو قالها لها هتزرع بعض بعد ما تزرع بعض هتزراعي أسنان هو عايز يخلع لها السنتين اللي فوق دول هتزراعي أسنان بعد زراعة الأسنان نركب بقى نعمل التجميل طيب أنا أول ما جات لي البيشن دي يعني دلوقتي بقت صحبتنا صحبة العيادة كلها عبها جدا يعني أول ما جات قلت لها بصي سيبك من أسنانك خالص أنا دلوقتي عايز أصغارك عشر سنين قلت لي هتصغرني زي قلت لها أنا هعملك تصميم للابتسامة مع وشك كله لأن أنا أول ما شفتها لاحظت أن المسافة من مناخرها لدقناها صغرت شوية إذن لو أنا كبرتها شوية لو طولت المسافة دي تاني هترجع تاني صغيرة في السنة طب لو شفنا الصورة اللي بعدها ادي كده للبيشن دي دي عملنا أسنانها بس سيبك من الأسنان سيبك من الأسنان خالص ادي عمر للكلاينت دي أول البيشن دي ستة وتلاتين سبعة وتلاتين ستة وتلاتين خمسة وتلاتين خمسة وتلاتين طيب هل طب الشغل ده خد وقت دي ده اه بالفكر الجديد باللي أنت بتحكي عليه ممكن قوي أسبوع أربع تيام حيل طيب أربع تيام تصغر في سنناها عشر سنين زيال فل خلي بانت وشوية فلها بقى كمان ما هو أنا وديتها لدكتور لأ museum لأ عايزين الصورة اللي قابلها تانية Scikit الصورة دي بص الحالة بص المسافة بين مناخيرها ودأنها في الصورة اللي على الشمال والمسافة بين مناخيرها ودأنها في الصورة العالمين هاتعرف هي ازاي صغرت في السن عشر سنين أكتر من عشر سنين خمسة عشر سنة إحنا زودنا لها طول أسنانها وخلنا لها المسافة كبيرة شوية فرجعت صغيرة في السن إحنا ما لمسناش الأسنان بتتحيلها لأيه تامل السنان اللي تحت بسهما مش بينين تشايفهم؟ لا وقال لف دي وقال لف دي بينين طيب لو هي كانت عملت اللي الدكتور اللي قال لها الخطة الأولانية عليه قال لها إحنا نخلع السنتين دول وهنزرع وهنزرع عضل مش حارفه إيه والكصص كبيرة وما كانش هيجمي هو أصلا بيبص على الأسنان المفروض تجميل الأسنان دلوقتي تجميل للعيان كله أنا ببص على الوش بتاع البيشنت السنان أمرها بسيط تجميل الأسنان ده بسيط جدا تجميل إن أنا صغر البيشنت دي في الوقت ده بالتركاية البسيطة دي هو ده اللي فرق إحنا دلوقتي عادلنا لو جبنا بقى الصور اللي بعدها تاني بص مثلا صورة من الجنب تخيل ده شكلها من الجنب بص المسافة من مناخرها ودقناها اللي تحت قريبة قريبة جدا ما ده ليه بقى ده حصل مع تقدم العمر السنان بتأسر والعظم بيتتاكل طيب إحنا لو شفنا الصورة اللي بعدها هتلاقي بص كده بص المسافة كبرت إزاي ده بيدي الوش شكل بيضاوي بتاع الشباب بزبط اللي هو بقى بيطول الوش شوية كل ما الوش يبان بيضاوي يبان مسلس مقلوب لتحت بزبط كل ما الاسنان يبان أزغر بص الفرق بين الصورة اللي علمين وعلى الشمال أنا مش عايز الناس تبص على الأسنان أصلي أنا عايز الناس تبص على سن الكلائنت دي أو سن البيشنت دي سنها صغر خمستاشر سنة ببروسيدور أو بحاجة بسيطة قوي تطويل حجم الأسنان طبعا ده حاجة مدروسة على وشها يعني الطول اللي احنا عاملينه ده هتلاقي ماشي مع الشفة اللي تحت كل حاجة مظبوطة يعني مش معمول أي طول وخلاص يا سلم الفيلر بقى مع الحالة دي مع الفوق وتحت هترجع التلاتين هترجع والله هتبقى أقل من 35 هتبقى 35 بالضبط الخطة بتاعتها فيها فيلر يعني الفيلر هي محتاجة فيلر طبعا فيلر بخلاص احنا السنان جميلة جدا الفيلر بقى عشان الوش كله نفسي ولوين ده صعب شوية فيه بعض الحالات بناقدر نعملها نحن نشوف الوش ككل لأن هنا هيبنت شغلك أكتر لو كان الوش كله بان بس الضبط بس هي طبعا يعني عشان نخطوص هي بس الضبط ما جبنش للسرعة لو شفتنا بقى الـ يعني لو فيه امم اقول لي لو فيه أنا عايز الصورة الأولانية خلص أول صورة أول صورة كانت بمشيجلها كلها بالضبط نتكلم بقى في الأسنين احنا كل ده عمي نتكلم وبانسى انها دكتور أسنين احنا بقى عايزين نتكلم دلوقتي شوية في الأسنين الحالة دي ايه مشكلتها مشكلتها ان الاسمايل بتاعها عامل حرف الاس بالعرض يعني في حتة من فوق عالية نحية اللاسة ومن تحت مفيش نحية اليمين نحية السنتين اللي في النص قصيرين شوية اليمين مظبوطين بس مش قوي انا اسهل لي جدا ان حالة تجيلي كلها بايزة بس متجيليش بسنة يعني جزء يمين بايز والشمال سليم انت عارف لو اليمين بايز والشمال بايز بسيطة الفكرة كلها والتركاية كلها ان انت تثبت حالة فيها يوني لتر اه شفت كده بالزبط وتثبتها ها دي القصة والالبيشن دي بقت صاحبتنا جدا انا بس عايزك في الحالة من الجنب متصورة قبل من الجنب انا عايزك تقولي ايوة لان دي باين فيها المشاكل اكتر كمان بالزبط الحالة دي من الجنب الترافشوف انا مفعش السنان متبقاش لمسة الشفاف اللي تحت الناب والسنة اللي جنب اللي في النصر وصويرين جدا دول طرعين لفوق بسبب تاكل في العضل فهو الفكرة كلها اختيار دكتور الاسنان دي اول حالة اعرضها لك جايا لي من اول مرة من غير ما اعيدش شغل حد اه دي اول حالة اول حالة من ساعة ما اعطل اول حالة جيلي على طول ماش ترشي ريسنتر كويس برد حالة هل ممكن يعني لو احنا الحالة دي احنا منبهي احياء يعني جميلة جدا لكن انت وانت بتتكلم دلوقتي دخلتني في قضية تانية قطية العلاج بالقطعة او بالجملة او ابطاعي وجملة في ناس دلوقتي كتير ماشية باسلوب ان هو شخص نفسه يقولك انا عايز ماشي ليه درسي اه سنتي واقعة مش حالة في السنة دي ايه مكسورة شوية دي دي انا عيبي كله مشكلة كلها في السنة دي انا هعرض لك حالة دلوقتي العيان ده فضل 18 سنة العيان ده فضل 18 سنة يعالج سنينه الحالة دي هو بيعمل ايه سنة بايزة يروح يحشيها هو زهق من دكتور السنين هو زهق من دكتور بقاله 17 او 18 سنة بيعالج اسنينه كل شوية حشوة طب بص السنتين اللي في النص تحت دول تركيبات وقت فوق حشو كله كل سنة محشية حشوة طب انا ليه اروح لدكتور الاسنين 17 سنة ليه طب انا عارف الفرق يا دكتور ايمان بين لما تعمل عمرة للعربية كلها ولما كل شوية حاجة تبوص تروح تصلحها حاجة تبوص تروح تصلحها طب تعمل عمرة وتستمتع بيه الحالة دي لو شفنا الاسنين بعد هتلاقي الحالة دي اتعملت في اربعة يام بص الاسنين بعد اربعة ايام بقى كده اربعة ايام اربعة ايام يعني ده الراجل ده ممكن يجيله صدمة فرحية بيقول لي انا بتعالج بقى لي 17 سنة عمل عمرة الاسنين وكلها اربعة ايام راجع كده هو زي من دكاترة الاسنين هو تعبير عمرة ده حلوة هتعمل اسنانك كلها مرة واحدة بطريقة مظبوطة الحاجات دي لها جرانتية ضمان مدى الحياة خلاص انت اي حاجة تحصل لهم بتاعت الدكتور اللي اشتغل لك ده عمل كراون طبعا عمل كراونز طبعا لان اسنانه كلها حشوات طبعا لان اسنان قبل الدنيا طبعا لان اسنان ده عمل كراونز كل الاسنان فوق وتحت اه فاربعت ايام ايام الفكرة كلها في الوقت هو مش مصدق طبعا الوقت هو ما بيبقوش مصدقين بيقول لي انا رحت لدكتور الاسنان على مدار 17 سنة دول فوق الخمسين مرة هو درس بيقع بيحشي ويقع تاني طب اه فبيقول لي انت هتعملها في جلسة والتانية هتساق بقول له الدنيا الجديدة الشغل الستايل الجديد في الشغل هو ان انت تعمل كل الاسنان مرة واحدة مدى الحياة ايه دي الفكرة كلها انا مش عايز اروح لدكتور الاسنان واجعية مرة والتانية بتستلم اربع ايام شكرا سلام عليكم روع روع وبعدين الجارانتي بيقعد بقى انت زي ما انت قلت مدى الحياة كراون ايش بي وشوف الصورة بقى كنت اشوف وشه كله مختلف عشان تعرفوا قيمة الاسنان ووشه كله بيختلف وحالته النفسية ايه طيب هو على فكرة جاي لنا من دولة خليجية ومش قايل لحد ان هو يعملهم وهم روح يعني هو جاي لنا مصر بالسنان اللي فوق ومروح لهم تاني بالسنان اللي تحت مش قايل لحد ده البلد سلاه هتعرف مش البلد ده مش هيعرفوه مش هيعرفوه يعني حد تاني خالف هيا الفكرة كلها في الطايمينج في الوقت اربعة يام هيا دي الفكرة دايما اقول جملة البس اعلى برندات البس احلى ساعات ايه اعمل احلى استشوار شعرك عمل ازاي سنانك لو مش حلوه كل ده راح هيا اللي في الوش هيا هيا السنان اه قول لي بقى السنان واللسة هل احنا ظلمين اللسة؟ هل المرض ظلمين اللسة؟ انا هقولك على سر اه اللي يبين دكتور اسنان ده شاطر ولا مش شاطر؟ اللسة تقبل اللسة للتركيبة اللي هو عاملها انا لو اللسة بتاعتي اتعملت لو الشغل بتاعي مظبوط اللسة هتتقبل مش بكلمك في اول عشر عشرين يوم بعد العلاج بكلمك على اللايف تايم انا لو اللسة بتاعتي تقبلت التركيبة اللي انا عاملها ابقى انا كيف دكتور شاطر الحالة دي عملت تجميل اسنان اللي في بوقها ده تجميل اسنان ليه اللي احنا بنكرره كل شوية راحت لدكتور الاسنان اللي جنب البيت اللي هو بيحشلها درسها واللي هو بيخلع لها درسها قالت له جمّل لي اسنان طيب عمل لها ايه؟ هوا ما عندوش خبرة ومش ملم بالتجميل فهم عامل يبارد الاسنان ومختار متيريا الغلط طيب المتيريا الغلط دي عملت ايه؟ خلت لون اللسة اسود طيب لون اللسة الاسود ده العينة جاية مش شعلي بس قابلي معلش الهاتة دي كلتاب صرحة ايه متيريا الغلط مش فاهم يا ايه متيريا الغلط متيريا اللزق ما انا فاهم لا متيريا الغلط يعني خامة الاسنان المستخدمة في التجميل غير مناسبة للتجميل اشرح لي بقى الحتة دي بالراحة كده وعلى مالك حلو قوي التركيبة اللي رقبالها دي اسمها ايه؟ بورسلين البورسلين ده في حديد من جوه ولسه حد بيستخدم حاجات دي؟ لسه بيستخدمه انا عمري بقى انا دلوقتي مش بيستخدمه نهائي طبعا بس هو دلوقتي لسه بيستخدمه لو حد دكتور شوية كبير في السن هما طبعا على يعني عندهم خبرة واكسبيرينس وكل حاجة بس مش بيبقى ايه الحاجات الجديدة مش بتبقى يعني مستخدمة كتير عندهم الفكرة كلها الحالة دي العينة انا عايز اقولك كمان هي لما راحت بقى لدكتور شاب صغير زينا قالها ايه هعالجلك الحالة دي ازاي دكتور مشهور جدا الحالة راحت تجمل اسنانها خرجت بالشكل ده من عند دكتور مش فاهم اي حاجة في التجميل راحت عند دكتور تجميل يعني عايز يعني عملت اللي عليه الدكتور التجميل قالها ايه اولا انت محتاجة علاج لللسة ايه علاج لللسة ده عايز يشيل طبقة من اللسة هو فكرة ان اللون اللسود ده اللسة بقى لون هاسود ومعرفش ان اللون اللسود ده اللون التركيبة قالها انت عايز علاج لللسة علاج لللسة ده بياخد وقت كبير جدا بياخد خمستاشر يوم بسي نشيل السبب. ما هو السبب هو التركيبة. بالضبط. هو قال لها انا عالج لك اللاسة. طيب انت دلوقتي هتشيل اللون ده على فكرة. اللون ده مش مش اللون اللاسة بتاعها مش اسود. ده لون الحديد اللي داخل في اللاسة هو اللي عكس السواد ده. طيب. قال لا الدكتور الاولاني بوز لها الدنيا ما ينفعش المادة دي خالص في التجميل. الدكتور التاني حطتها حطت لها غلط. خطة علاجية غلط. انا هبدأ باللاسة. وهشلك التركيبات دي وعملك حشو عصب في اسنانك كلها واركبلك تركيبات. انا عايز بقى اقول على معلومة. لا اي حد بيتفرج علينا. لو دكتور اسنان قال لك اعمل حشو عصب او علاج جزور للتركيبات قبل ما تركب اعرف ان هو دكتور مش شاطر. انا بعمل علاج عصب في الضرورة القصوى. ما ينفعش يا جماعة نعمل علاج للعصب قبل التركيبات لان ده بيأثر من حاجة ميتة وحاجة حقيقانة لا اعطيش اكتر. الحاجة اللي فيها روح. ما تعملش علاج عصب قبل التركيبات الا للضرورة. لان الدكاء دلوقتي الناس بتستسل تقوم عامل علاج عصب ركب الاسنان. دي الحالة فوق ودي الحالة بعد تخيل يا دكتور ايمان ان احنا ما لمسناش اللسم. واللسم رجعت طبعية طالما شلت السبب. شلت السبب. كوز. ريت من توف ذا كوز. انت مستخدم تركيبة مناسبة للتجميل. تركيبة مناسبة للتجميل. بالضبط. الحالة دي ما تلمسيتش اللسم. ما تلمسيتش. عايزين نعمل حالة عنوانها خفايا عالم الماتيريال. دي حالة هتبقى جامدة دي. نفسك فيها انت من زمان دي. جدا. وانتلك عليها قبل جدا مرة. هعملها لك. هعملها لك. بس دي على فكرة هتحرج ناس كتير. هعملها لك. اه. الخامن اللي فوق دي. اسمها بورسلين دي. دي انا ما بقيتش استخدمها اصلا في الدروس الخلفية. تخيل بقى اللي هي ما فيها حديد يعني قوي. انا لو دكتور عندي ضمير انا عسألك سؤال سيبك من توب الاسنان. لو انت مركب سنة تركيبة اسنان. انت عايز التركيبة نفسها لو حصل مشكلة لو وقعت على وشك او اي حاجة. التركيبة نفسها هي اللي تتكسر ولا سنتك اللي جوة اللي تتكسر? انا عايز التركيبة اللي تتكسر. اه. انا عايز سنتي اللي تحت هي اللي تفضل سليم. اه. فالناس بتعمل ايه? بتعمل تركيبة قوية قوي بحيس ان لو حصل اي مشكلة السنة اللي جوة تتكسر والتركيبة تفضل سليم. يا سلام. انت شفت التركيبة اللي فوق دي لو حصل لقدر الله اي حادثة للعينة. ده حديد. حديد. الحديد حصل له حاجة. لا. ولا اي حاجة. سنتها اللي جولة هتتكسر. طبعا يا فرحتي. طبعا انا كده هتترى ازرع. هترجع للدكتورة لو لو شفتي التركيبة القوية ازاي وسليمة ازاي. هي سنتك اللي الكسر. مع ان انا ببقى عامل تركيبة نفس قوة الاسنان بحيس ان اه لو حصل اي مشكلة اي حادثة حصلت اي. خطة. اي خطة بنية اي حاجة. انا عايز التركيبة تتكسر واغيرها لك معنى مش مشكلة. مش عايز ان انت تكسل لها حاجة. دي الفرق بين. العيان برضو لازم يبقى على وعي لان هو سعب يجي يقولك انا عايز تركيبة قوية. لأ انا بختار لك تركيبة نفس قوة اسنانك. الفرق بين فوق وتحت حاجتين. العيانة البيشنت او الكلاينت لها جزء. سبعين في المية والدكتور تلاتين في المية. لان الدكتور هو معلوماتو كده. الدكتور ده مش بيخم العيانة دي. الدكتور هو معلوماتو كده عن التجميل. فانت اللي لازم تدوري ولازم تتعبي قبل ما تلاقي دكتور التجميل اللي يبقى فاهم حالتك ويبقى متخصص في التجميل. انا عندي كل التخصص غaltra. انا عندي علاج جذور. طيبة انا بعرف عمل عالاج جذور هلنا انا هعمله? عمري ما هعمره. عندي تخصص اللاسة معنا بعرف اجمل اللاسة هل انا اجملها عمري ما هجملها عندي كل التخصصات في العيادة كل واحد بيشتغل تخصص واحد فقط اسألك بقى سؤال دي قضية كبيرة جدا احكاية بروز الاسنان لان في ناس كتير عندها بروز الاسنان ده في مصر انا الحبيبة في الوطن العربي كتير عيوب جينية معرفش في حاجة يعني بتخلي البروز وفي العالم الحقيقة البروز موجود بس هل البروز يتصلح بتخويم ولا يتصلح بتركيبات انا عايز اقولك معلومة ممكن تفيد ناس كتير قوي على فكرة بروز الاسنان بنسبة سبعين في المية سبب عدم وجود دروس خلفية لو دروسك اللي غرا بايزة وانت بتاكل على اسنانك اللي قدام حتى هما مش مهيئين ان انت تاكل عليهم هيقوموا طلعين لبرا بتلاقي الحالة دايما جاية اسنانها اللي فوق مرفرفة لبرا واللي تحت مرفرفة لبرا من غير ما اكشف عليها ولا اي حاجة بقول لها انت معندكش سنان معندكش دروس خلفية بتقول لي عرفت منين اقول لها لان اسنانك الرفرفة اللي هي فيها دي دي حد معندوش دروس خلفية طيب في خناقة مشهورة قوي بين دكاترة ايه التجميل والتقويم انا جمل ولا عمل تقويم دكاترة التقويم يقوله على دكاترة التجميل ايه اللي انت بتعمله ده باوز السنان اللي ربنا خلقها لكاترة التجميل يقولك يا عمي شكل السنة وحش شكل السنة انت هتقوم وفي الاخر هتطلع لبسنة وحش عايزين نفرق بين التقويم والتجميل التقويم نفس شكل اسناني لو هي سليمة بزبطها برجعها في مكانها الطبيعي التجميل بغير شكل الاسنان طيب انا حالة زي اللي شغالة في الفيديو اللي فوق دي دي عندها بروس في الاسنان شكل اسنانها وحش جدا عندها مشاكل كتير في الاسنان اسنانها دي كمان مش اسنانها دي حشو طب انا الحالة دي بعد التقويم هعمل تركيبات عشان حافظ على اسنان طب ما نعمل من الاول تركيبات يعني انا ليه ادخل العيانة في تقويم مع ان هي اسنانها بايزة يعني اسنانها مش بايزة بس محتاجة شغل فيها حشو فيها بروس فيها اعوجات فيها شكل السنة نفسه طويل القوي طيب انا الحالة دي طب انا هعمل لها التقويم وهيقعد سنة طب بعد السنة دي ما نهركب تركيبات طب ما نهركب تركيبات من الاول عنا ليه ادخل العيان بتاعي ليه منكره الناس في دكاترة الاسنان مش انت بتلاقي حاجة مشهورة اوية انا بكره دكاترة السنان اول ما العين يخشيلي ده في قاعدة اكتر من دكاترة السنان في ناس في اقطاع كبير جدا في العالم كلو اللي هقول له انا اكره الاطباء على فاكده موجود في العالم مش موجود في مصر بس. ما احنا اللي احنا اللي. ويتكوت يعني كده. بس ده كاترت اسنان. اكتر طبعا. انا ما بحق يعني. اه الفكرة كلها ان اه ليه اضايقه? ليه اعمله تقويم سنة ولا سنة ونص على فكرة من التقويم ده ما انت هتخلع له دروس. بعد التقويم اركب لك تركيبات طب ليه ما انا ممكن اعلقك بتركيبات من الاول. بس دي في حالات معينة في حالات بروز الفك دي لازم تقويم. انا محالات بروز اسنان بس. والاسنان بايزة. وشكلها محتاج يتعدل. وفيها حشوات. وعمل فيها علاج جزور. طب ما انا اعملك تركيبات من الاول تجميل ده في اربعة ايام. الحالة دي في اربعة ايام. الحالة دي بتتحسن في ده ايه ده بقى? ده مش عارف دي. دي حالة عملت تجميل اسنان. تركيبات. تركيبات برا. اه. طبعا دي جايلي فقدة ثقة في نفسها جدا. يعني بطريقة. يعني عشان ادحكها. عادنا مسلا نص ساعة عشان نخليها تتحم. دي عمل دي ايه على فكر. دي عامنا ده من اسبوعين. اهه. يعني قبل. ده جديد لانج يعني. ده قبل بص اللازق في الفوق الاسنان. باين اه. طيب. بص السنة الليمين والسنة الشمال. هو في حاجة غريبة جدا الدكتور عملها. ان هو حطي لها. شفت اللاسة الصناعية اللي فوق دي. انا مش عارف. عن نهة الشمال. يعني ماش انا يعني. بس انا بس السؤال. هو استخدم ايه كراون ولا فنير. هو استخدم بريدج يعني كوبري. الفكرة كلها انا مش فهم ايه سبب الحالة دي تتعمل بالشكل ده. ملهاش سبب. احنا وشوفنا الصورة اللي بعدها. مفيش سنة زي التانية. طيب. دي كده اعادة تجميل. مش انا بقولك كل الحالات اعادة تجميل. بص الحالة كده. احنا دلوقتي. انا عايز الصورة اللي بعد كده. عايزين نقرب شوي. بص كده. بص الحالة فوق والحالة تحت. ايه الفرق بينهم. اللي فوق ده دكتور اسنان. اللي تحت ده عندنا. دكتور تجميل اسنان. طيب. اللي فوق. لقى اللاسة بتبين. ما عملش اي حاجة زود لها لسة في التركيب. طيب ما اتطلع اللاسة دي الفوق. يعني شيل من اللاسة. خلي كل ده ما يبانش. خلي السنان السنتين في النصة قد بعض. بص لشكل دحكة العينة اللي فوق. وشكل دحكة العينة اللي تحت. هما الاتنين عينة واحدة. ايه الفرق بينهم. اللي فوق دي اصغر من اللي تحت. اللي فوق دي اكبر من اللي تحت بقديه. قلت لقى اكبر بعشر سنين. مع ان هي هي العينة. هي هي. الفكرة كلها اا. والكلام ده تعامل في قديه. يعني هي عالجة الكلام اللي فوق ده في قديه. اللي هي عملته فوق ده. تلات شهور. تحت ده في اربعة ايام برضه. المرة الجاية بقى. او البعدية شوف انت فيه من الملفات اللي هتتفتح الماتيريا الخفاية هذا العالم. هفتح لك هذا الموضوع ده. الماتيريا الخفاية هذا العالم. الحاجة التانية تقولي حقيقة الاصراعات اللي احنا بتشوفها على السوشيال ميديا بين بعض الناس في طب الاسنان. ماشي. يعني عدم منطقيتها. عادة. هتلاقي حوار وتراشق في الاخر على لا شيء. يعني ده مش فاهمين. ايه الورى. الموضوع. ايه الاسرار اللي وراء. هل الاسرار. ان انا عايز تشهر. او اعمل نفسي شهرة. ولا فعلا فيه خناقة. ولا غيرها. انا ما فيش خناقة يا سدان. ما انا بقى. مش هتقوله المرادة. تقوله المرة الجاية. ان شاء الله. ده من ضمن. انتظروا المرة الجاية حوار مسير الغاية مع الضيف العزيز. دكتور عبدالله بتولي. اخصائي تجميل الاسنان. والمؤسس لمراكز. برايتي للاسنان. وعضو الجمعية الامريكية لتجميل الاسنان. والمصمم لتليه. الابتسامة المعتمد من البي دي سي. بانجلتيرا. بتنورني دايما. وبتبهرني. وبتسعيدني بعض الحوار. دايما حوار مختلف. دايما حوار فيه الكثير من العلم. والكثير من التفاصيل الدقيقة. لان الاسنان بقت علم التفاصيل الدقيقة. في الناس الحالون. اشتركوا في القناة